موسيقى يقول ضيفنا انه لو لم تقم المحكمة الدستورية بابطال مجلس الام الراهن فان ثقة الشعب في القضاء ستهتز لكن الا يعد هذا الكلام تدخلا في شأن المحكمة وتشكيكا بالسلطة القضائية ربيع واحد وحالات مختلفة في مصر وسوريا والكويت عبارة من العيار الثقيل لضيفنا اثارت عاصفة من الردود لكن ماذا يقصد بوضع الكويت ضمن الربيع ما هي ابعاد الكشف عن الخلية الاخوانية في الامارات وهل ما يجري اليوم في البحرين ثورة ام انها مؤامرة خارجية ذات صبقة طائفية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بسم الله ومشاهد الكرام أحييكم في هذا الحلقة الجديدة من برنامج المنصة مع ضيفي لهذه الحلقة أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتور شفيق ناظم الغبرة بساك الله بالخير دكتور شفيق بساك الله بالخير أهلا بك سعادة أن نلتقي معاك على المنصة وأنا سعيدا ألتقي بك أيضا بهذه المنصة هيا كمان دكتور في البداية خلينا راح نتكلم في البداية حول الشأن المحلي وأود أن أتكلم في بداية هذا اللقاع حول بعض القضايا العامة قبل ما ندخل أكثر في تفاصيل المشهد المحلي في لقاءة تلفزيوني قبل تقريبا شهر ذكرت كيف يكون لديك ديمقراطية وأنت لا تستطيع أن تشكل ربوع حكومة نصف حكومة ثلاث أرباء حكومة تبقى خمسين ستين عاما بدون ذلك الديمقراطية تختنق الديمقراطية لا تتم إلا بالمزيد من الديمقراطية ديمقراطية اليوم في الكويت تختنق؟ هذا صحيح تختنق نعم والاختناق ليس مرتبطا من أنها ليست ديمقراطية مناسبة للستينات والسبعينات والثمانينات والتسعينات لكن ما أقرأ أنها دخلت بمخاب دخلت بمأذق هذا المأذق دفع بها إلى حالة من الاختناق لا الحكومة قادرة أن تضع برنامجا حقيقيا تمارسه تقوم به تحققه ولا البرلمان قادر أن يحقق أيضا برنامجا حقيقيا ديمقراطية بلا أحزاب ديمقراطية بلا تشكيل جزء من حكومة أو حكومة كاملة هذا الوضع كان مستقبل لا يمكن أن تتحدث ديمقراطية بالأساس بالكويت ما كان فيها أحزاب فما الجديد الذي جعل الديمقراطية اليوم في الكويت تختنق؟ الجديد أنت أنا نعم بمعنى؟ تفكر بطريقة مختلفة تعلمت بأسلوب مختلف جيلك جيل مختلف عقليتك عقلية مختلفة أنت جيلك يبحث عن مساحة أوسع وتمدد بما يحفظ للمعادلة الكويتية الثوابت التاريخية التي تميزت بها إذن كما يقول دستور الكويت يعدل الدستور لمزيد من الديمقراطية بنفس الروح طبعا هذا الدستور بنفس الروح بالمعنى السياسي تعدل الدمقراطية لمزيد من الديمقراطية وأنا أعتقد برأيي بقراءتي أن الشعب الكويتي والمؤسسة الكويتية والمجتمع الكويتي والنظام السياسي الكويتي مهيئ لديمقراطية أعمق مهيئ طبعا لو هو غير مهيئ قبل قليل ذكرت بأن الديمقراطية العمق طريق الوصول لها قد يكون عبر الأحزاب طبعا أحد مظاهر العمل الديمقراطي ليس الأحزاب الفاشية والأحزاب التقليدية ولا الأحزاب التأمرية وإنما الأحزاب الشفافة التي تعرف أنت وأنا من أين مصدر تمويلها والتي تعرف أنت وأنا أنها خاضعة للقضاء وخاضعة للمسائلة والتي لها قواعد واضحة وانتخابات في داخلها هذه الأحزاب التي تويئ نفسها لطرح برامج تنفذها في العمل الحكومي بالمحصنة ما هو العمل الحكومي ينتخب أقلية من الناس لتقوم ببرنامج نجحت كان به لم تنجح ينتهي الأمر إلى انتخابات أخرى لكن ذكرت بأن الأرضية الكويتية الآن مهيئة الشعب مهيئ الآن للوصول إلى ديمقراطية أفضل نعم نعم هو مهيئ ولكن عندما أقول مهيئ هذا لا يعني أن الجميع مقتنع هذا لا يعني أن الجميع يصل لذات النتيجة التي يصلها قطاع كبير من المجتمع أعتقد هذا المخاض الذي نراه اليوم هو مخاض سيوصل الأغلبية على كل المستويات إلى أن المخرج هو بمزيد من الدموقراطية طيب أن المخرج هو بحياة سياسية أفضل أقوى أرحب أوساء إعادة تركيب المساحة بما يتثع للجميع طيب بلا استثناءات بمعنى الجميع راح نتكلم في هذا الجانب أكثر بعد قليل لكن خليل شوية أرجعك بالذاكرة إلى 2010 في مقالك كان في يناير قبل سنتين تقريباً ذكرت فيه أن أحد الاحتمالات المستبعدة الآن أن يقوم البرلمان طبعاً كان في ظل برلمان في 2009 أن يقوم برلمان بتشكيل الحكومة فتتحول كل السلطة للبرلمان لكن هذا يتطلب قانون للأحزاب وموافقة الأسرة الحاكمة وهذا سينارو لن يتم بلا صراع ومواجهات قد لا تكون محمودة العواقب أنها مجازفة كبيرة يدفع البعض باتجاهها بلا وضوح لما ستكون عليها الأحوال بعد ذلك ما في وضوح مجازفة قد تقودنا إلى مواجهات لا تحمد عقباها لكن قبل قليل ذكرت بأن الأرضية مهيئة والناس مهيئين ليوصلوا إلى المجد مخاطرية لكن متى كان هذا المقال؟ قبل سنتين قبل سنتين؟ حدث عن 2010 البعض يقول أن الوضع الآن في مزيد من الاحتقال لكن إذا قرأت المقال مرة ثانية أعتقد وهذا يتطلب مني أن أقرأ المقال برة ثانية أنا أحدث هنا عن أن هذا قادم عن أن هذا الطريق سيأتي ولكن كنت آمل أنه يأتي بمبادرة من من؟ حكومية وبمبادرة تسمح بأن نذهب بهذا الطريق وهذا مقصدي من المقال أنت تؤمن بأن الحكومات بشكل عام تبادر؟ تبادر نحو مزيد من الديمقراطية نعم هذا ممكن متى يقع هذا؟ عندما تستطيع الحكومات أن تقرأ المستقبل وأن ترى أن المستقبل يعني هناك أفكار حان وقتها وعندما تحيين أوقات الأفكار يصبح من الأفضل أن تتحكم بها من خلال طرحها حينها تقوم أنت بطرح هذه الأفكار بأسلوب ربما تأخذ منك سبعة سنوات عشرة سنوات لكن المجتمع يتقبلها خطوة خطوة أنا أضرب هنا مثل المغربي في المغرب نعم تقدم الملك بمبادرة جريئة قلصة من صلاحياته واحتفظها بصلاحيات رئيسية هذه الصلاحيات الرئيسية يحمي فيها فئات كثيرة من المجتمع وقدم للشعب حكومة ديمقراطية شعبية برلمانية منتخبة وبنفس الوقت ضمن قيود معينة تجربة الآن طور التطور نحتاج أننا نستنسخ التجربة المغربية عندنا بالكويت لا لم أقل نستنسخ انتظرت مثل لماذا؟ عندما نضرب الأمثلة لنتعلم منها ولكن لا أقصد الاستنسخ طبعا أنت ما ضرت مثل لا في مصر ولا في تونس انت ضرت مثل في المغرب أنت افتتحت البرنامج بمقالي الذي قلت فيه ربيع واحد والله هتكلم عنه بعد شوية نعم وحالات مختلفة هتكلم عنه بعد شوية لكن انت استحضرت المثل المغربي لا يناسبنا النموذج المغربي اليوم؟ يناسبنا النموذج المغربي لكن لم أقصد ولا أقول استنساخ لأنه بالمحصلة حتى لو أنت تماعنت جيدا بالديمقراطيات الغربية يعني البريطانية الفرنسية السويدية الهولندية كل واحدة منهم بما فيها الأمريكية واليابانية تختلف عن الثانية لا يوجد استنساخات كلها فيها نفس ديمقراطي خلينا نوصل إلى النتيجة خلينا نوصل إلى الاتفاق على الأقل أنت طبعا لا تؤمن بأن النموذج اللي قد يكون الأفضل لنا هو نموذج مصري أو نموذج توني لأن الوضع عندنا مختلف لكنك ذكرت المثل المغربي لأنه أقرب لذلك هذا يكون المثل المغربي هو الأساس اللي ممكن أن نطلق منه تقليص الصراحيات لا أعتقد ليس نحن فقط إنما هذا أعممه معلشي تسمح لي هذا أعممه على جميع الدول الملكية في المنطقة العربية جميع الدول يعني مهم جدا أن النخبة يعني مهم جدا يعني أنا لا أرى نموذجا ديمقراطيا ناجحا بلا قناعة من الجميع وقناعة من النخب والنخب يعني المؤسسة يعني المؤسسة يعني الأسر الحاكمة على الأقل يعني الأهم بال يعني يجب الوصول لإجماع يعني نفترض 90% مؤمن بالديمقراطية 10% غير مؤمن 10% تظل يخرب المعادلة لنفترض أفترضية أخرى سمعت لك قبل فترة وجيزة مشاركة في إحدى الندوات وذكرت بأنك تتوقع أن بعد أقل من 15 عام سنصل في الكويت إلى مملكة دستورية برلأمانية بهذا المعنى يعني هذه ستكون لجيلك وجيلك سيصل إلى هذا ليس فقط ليس فقط يعطيك تنبؤ آخر بمعظم الدول لا خلنا أوشها بالكويت أنت تتوقع أننا بالكويت بعد أقل من 15 عام سنصل إلى هذا أتوقع أننا سنصل أنا أعتقد أننا وصلنا إليها مملكة دستورية نعم أنا أعتقد أننا وصلنا إليها الآن كيف كيف إنها في العقول وعندما تتحول من العقول إلى الأفئدة هذا الكلام واقعي دكتور نعم واقع قد يكون في مجموعة في جزء في شريحة البعض قد يعتبرها بسيطة البعض قد يعتبرها كبيرة لكن في شريحة من هذه العقول ليش قاعد تعممها على بقية العقول مقاعدة نسمع الآن مطالبات في كثير من العقول قاعد تطالب بملكية دستورية بالكويت نعم لكن هي وصلت إلى الكثير من العقول ولزلت تنتشر الفكرة لكن كيف أنت تصل إليها أنت لا تصل إلى هذه الفكرة لأنك تريد أن تقلد وأنما تصل إلى هذه الفكرة لأنك تكتشف أن الأمور على أرض الواقع تمنعك من أن تمارس سياسة صائبة وصحية وتنموية عندما تقف التنمية عندما تقف التطورات عندما يصبح هناك نوع من أنواع التفكك في الأطر السياسية المختلفة عندما يقع الصراع في المجتمع عندما تختلف الناس فيما بينها على الحاضر وعلى المستقبل وعلى غيرها تصل في يوم من الأيام إلى مرحلة تريد أن ترتاح الراحة لا يمكن أن تكون رغم أن النظام الديمقراطي صعب وشائك ومعقد وفيه سلبيات لكنه أفضل الأنظمة لأنه لديه قدرة على تصيح نفسه بنفسه مع الوقت فأنت تصل إلى هذه الصيغة من خلال التجربة والصواب والخطأ يعني إشكالية الأزمة والمخادر التي نمر به في آخر 6-7-8 سنوات من 2006 أو قبل 2006 وخمسة وثلاثة واثنين حتى اليوم وأنظر إلى هذا أربعة وخمس سنوات من الآن سنتعب سنصل بالمحطب ما هو المخرج ربما تكون أنت ضد الفكرة وتأتي وتقول سأجرب هذه الفكرة ربما تنجح نعتقد أن الواقع سيقودنا باتجاه البرلمانية الدستورية المنتخبة في الكويت وذكرت في جميع المملكات وبرأيي أنه سيقودنا بهذا الاتجاه في الملكيات العربية كمان رح رجعك إلى مقال بس هل مرمو 2010-2009 في نوفمبر ذكرت أن الحديث عن تعديل الدستور أو تعطيل الدستور والذي يثار بين الحين والآخر ليس مفيداً على الإطلاق خاصة في ظل أجواء الانقسام السياسي لهذا فالأفضل أن نبقى على الدستور كما هو المشكلة الأساسية لست في النصوص بل أنها في الناس وتفسيراتهم للدستور ثم نتساءل عن تعديل الدستور فهل يعدل الدستور لصالح مزيد من الرقابة أم لصالح تحويل البلاد إلى إمارة سلفية هناك مخاوف من تحويل الدستور وإن كانت فرضية إلى إمارة سلفية بالكويت هنا في هذا المقال أنا أحذر من بعض الدعوات للعودة إلى الوراء لديمقراطية أقل وهذه الديمقراطية الأقل لكن هي الديمقراطية قد تنتج لنا مجموعة من الناس اللي وصلوا عن طريق صرديق الإقتراع نعم صحيح ولكن نص الدستوري يقول ينقح هذا الدستور عندما يحين الوقت للتنقيح لديمقراطية أعمق لديمقراطية أكثر بمعنى أنه ينقح لمشاركة أوسع لحريات أكثر إذن كيف تقول لحريات وأنك تريد أن تعود إلى الوراء بأنها تتدخل في حياة المجتمع أو تفرد عليه مفهوماً معيناً للشريعة أو تفرد عليه أي موضوع من المواضيع التي لا تتماشى مع مبدأ الحرية إذن تذكرت موضوع الانقسام السياسي وأن الوقت غير مناسب للتعديل للدستور بسبب الانقسام السياسي مع تاريخ الثورات التي وقعت في البلاد العربية مع نهاية 2010 تونس ثم مصر ثم كذا وهذه الحراكات السياسية والاجتماعية الكبرى طيب البعض تلقص أكثر الآن بأنه قد يكون أي تنقيح أو تعديل للدستور ليس نحو مزيد من الحريات بل قد يكون نحو تقليص لماذا؟ لأن سمو الأمير لديه صلاحيات كبيرة وسمو الأمير لديه القدرة العالية إن أراده وعندما يقرر وما في اللحظة التاريخية المناسبة في إطار الحراك الكبير في المجتمع يستطيع أن يتحكم في بعد كبير من عملية التغير لصالح مزيد من الديمقراطية ويستطيع أن يتحكم في أين تقف لهذا في إطار رؤية بعيدة الأمد للأجيال القادمة المحصلة أنت لا تتعامل مع الدستور فقط لجيل واحد الدستور له أبعاد أكثر من هذا نحن نزلنا مع الدستور عام 62 التنقيح يجب أن يكون بالاتجاه الديمقراطي لكن أنت تعلق على مقالات لكن لو أنت رأيت كتابي على سبيل المثال وهو الكويت دراسة في أليات الدولة والسلطة والمجتمع وصدر عن آفاق 2010 أيضاً أوضح هذه الأفكار بصورة أكثر أنه أنت مرات كثير في المقال أنت تتعامل مع حادث معين مع اختراح معين فيكون مجتزأ في الصورة لكن عندما تكتب كتاب أنت تتعامل مع صورة أشمل ولا تتعامل مع ردة فعل مباشرة لحدث معين لهذا أنصح أنصح أيضاً بقراءة الكتاب وأنصح المشاهد أيضاً بقراءة الكتاب لأنه يوضح أفكاري في هذا الاتجاه طيب هذه دعوة للسادة المشاهدين هذه دعاية لكتاب الدكتور ودعوة لك أيضاً ودعوة لك أيضاً تناقش وأتي معك مرة ثانية بعد عاملنا الآن ونناقش بإذن الله تعالى خلينا الآن شوية نقوص أكثر في المشهد المحلي ونتكلم عن المجلس الحالي الآن هذا تعليق صحفي ينشر في إحدى الصحف المحلية بعد الانتخابات الأخيرة ذكرت فيه برلمان موالي للحكومة الآن يمكن للحكومة أن تفعل كل ما تريده الحكومة الآن تفعل كل ما تريده في هذا المجلس الحالي كلا هناك مصاعب ومع ذلك ومع ذلك يمكن أن تنظر إلى هذا البرلمان على أنه الأقرب للحكومة من سلسلة من البرلمانات السابقة المعارضة المعروفة والتقليدية غائبة بسبب المقاطعة وأيضاً بسبب التغيير في طريقة التصويت بالمحصلة طبعاً عندما أقول هذا أنا أنطلق من أن لن يكون بالإمكان أن تنجح في عمل شيء حقيقي في ظل انقسام كبير في المجتمع أكان هذا المجتمع داخل البرلمان أم خارج البرلمان كيف تقيم اليوم؟ نحن في مأزق كيف تقيم اليوم؟ نحن في مأزق غير قادرين على التحرك كيف تقيم اليوم أداء المجلس الحالي؟ على الرغم من أن التجربة لا زالت نحن في الشهر الثاني بداية دعني أقول لا شك هناك شخصيات في المجلس تحاول من جهتها أنا متأكد أنها تحاول هناك ناس لهم ثقل وهناك ناس جدد وطريقة الانتخاب خرجت بأصوات قليلة للكثيرين لا أرى أن المجلس قادر على أن يحقق شيء حقيقي جوهري والأزمة لا أريد أن أحملها لهذا المجلس من يتحمل الأزمة؟ فريقة السياسة في الكويت بلا أحزاب من يتحمل؟ بلا أحزاب وبلا برامج وبلا مقدرة لهذه الأحزاب على أن تمتحن على تنفيذي وتحقيقي برامجها لن يستطيع أحد أن يحاسب أي مجلس وكل الذي سيحصل أن عضو المجلس عندما يصل سيفكر وبالتالي سيعود إلى قاعدته وسيبدأ إما يريد إلغاء القروض وإلغاء الفوائد من أجل أن يكسب مرة ثانية بالانتخابات أو أنه يبدأ يشاغب سأستجبب فلان وسأستجبب فلان وأتحدى فلان حتى يخلق واقع لأن المجلس مخنوق لا يستطيع أن يشكل حكومة ولا رمو حكومة ولا نصف حكومة ولا يوجد نا وبالتالي أنا أعتقد أن الأزمة في الكويت بالأساس هيكلية خلينا مرتهانا في المجلس الحالي في مقابلة تلفزيونية على قناة CNBC العربية ذكرت بأن المجلس كنت تتحدث عن المجلس المقبل اللي هو المجلس الحالي سينقصه الكثير من الشرعية هنا المجلس الحالي جميل التعبير سينقصه يعني لم أقل غير شرعي أنا لم أقل سينقصه في شرعية منقوصة يعني في شرعية منقوصة طبعا لأن الطريقة التي يعني التي وقعت فيها الانتخابات وحالة المقاطع يعني عندما تقع مقاطع شرعية هذا عفوا بس للتوضيح شرعية تتحدث عن شرعية قانونية شرعية دستورية شرعية شعبية شرعية بينها أسئلة رائعة لأنه نحن لا نتحدث هنا عن شرعية النظام ولا نتحدث أن البرلمان مؤسسة شرعية ولا نتحدث عن أن القضاء والحكومة مؤسسة شرعية لكن نحن نتحدث عن الشرعية بمعنى مختلف هنا وإنما بمعنى الطريقة الشرعية هنا يعني الأقرب مثل لهذا الأمر هو أننا نكون أجمعنا كمجتمع يميناً ويساراً ووسطاً على الطريقة يعني تكون تسعين بالمئة من الناس خمسة وتسعين بالمئة من الناس يقول لك أنا أقبل بهذه الطريقة وأعتبرها منصفة عندما لا يقع هذا تقع أزمة وانتقاس لشرعية المؤسسة التي انتخبناها هذه هي الإشكال في هذه الانتخابات هذا هو الإشكال في أي موقع في أي انتخابات تقع لا يكون هناك اتفاق بين جميع ومعظم قوى المجتمع يعني اليوم في مصر قضية على طريقة تشكيل الدستور ليس أنه لك الحق أو لا لك الحق ليس أنه النظام شرعي ومنتخب أو غير منتخب إنما طريقة عمل الدستور وخروج بعض الناس أفقدوا هذه الإشكالية نفس الشيء الانتخابات الأمريكية وجود أكتر من يعني مرشحين في زمن بوش ألغور اختلفوا على بضعة مئات من الأصوات جلتوا شهور ينتظروا حتى لا يكون هناك انقسام على شرعية الموضوع باللحظات الأخيرة طيب هل تعاني المعارضة في الكويت من حالة تشرذم داخلي حسب تعبيرك أبيعي رح أسمع منك الجواب على المنصة ولكن بعد هذا الفاصل لن نكون ملكية برلمانية دستورية نحن ملكية دستورية لن نكون بسرعة ولكن سنكون في يوم من الأيام ملكية برلمانية دستورية وكذلك الأمر في كل الدول الملكية في المنطقة العربية وإرهاصات ذلك قائمة في المغرب وقائمة في الأردن وقائمة في أماكن أخرى ستكون إذن هل نستعد لهذا هل نتهيأ لهذا هل يأتي برغبتنا بإرادتنا بتنظيم مننا أم يفرض علينا فرضا بحراك شارعي وآخر سياسي وإشكالات وتناقضة وأختلافات وبالتالي يصل هذا ناقصا ويصل مشوها ويصل فيه كل المشكلات التي لا نريد أن تكون فيه إذا هذا صحيح معناته لابد أن نتدرب عليه تحدثت عن التدريب لأن نتدرب عليه من الآن لنصل إليه حتى لو قلت لي بعد 15 عاما ستكون هناك ملكية برلمانية دستورية معني مقتنع أنه قد تكون قبل لكن يعني 15 عاما نغمد عينك نفتح ستتم كيف هل نكون مهيئين له هل نحن مهيئين له إذا لم نكن ما هي شروط التهيئ لهذه المرحلة تقول لأحزاب إذا لنبدأ بالأحزاب علينا أن نستعد لما هو قادم هذا يشكل هم بالنسبة لي ولنظرتي للواقع السياسي الكويتي هياكم الله بشهر الكرام دكتور لازال حديثنا مستمر حول المشهد المحلي في 7 يناير كان لك تصريح صحفي ذكرت فيه أن المشهد في البلاد يزداد تعقيداً وأن القمع ليس حلاً بل يعمق المشكلة وأن الأسلوب الأفضل هو السماح بالمسيرات لتعبر عن نفسها البعض التساءل يقول بأن اقتحام مجلس الأمة بعض مظاهر العنف التي واكبت بعض المسيرات التي خرجت خلال الفترة الأخيرة بيان وزارة الداخلية التي تتحدث عن استفزاز محاولات استفزاز وضرب تعرضوا لها رجال الأمن تعتقد أن كلامك أن من يتحمل المسؤولية خلينا نقول أول شيء في بداية من يتحمل هذه المسؤولية أعتقد المسؤولية دائماً تقع على الإشكال الأكبر يعود بالمسؤولية على كيف تتعامل مع المراحل الحساسة والمراحل التي يبدأ المجتمع من هو الذي كيف يتعامل مع المراحل يعني نحن في مرحلة حساسة كيف تتعامل مع هذه المرحلة بطريقة تسمح يعني أي نظام سياسي ونحن بالحالة الكويت عليه ضغوط عليه مطالب عليه استحقاقات وأنت لديك نظام سياسي يتعامل إذا لم يتعامل مع هذه الاستحقاقات تبدأ الأمور بتدخل في منزلق والمنزلق فيه مشاهد كثيرة ولهذا كل الأنظمة في العالم يعني لديها لديها صيغ صيغ للتعبير للتعبير المختلفة تحدثت عن قمع يوجد لدينا قمع اليوم فيه نسبة قمع قمع بأي معنى يعني بعض الاشتباكات التي وقعت في أكثر من مظاهرة سلطة تنفيذية تعتبره خوج عن القانون التزم يعني تطلب منهم حفظ الأمن أنت تعتبره قمع جيد ولكن يعني جيد جيد بمعنى الأمل أن لا يزيد هذا الموضوع يعني أنت تتفق مع الحكومة في الإجراءات عما وصل إليه بالنسبة لمسألة القمع هناك نعم هناك إشكالية هناك ملاحقات هناك شبان معتقلين هناك قضايا تتعلق على الكثير من الشبان بغض النظر هذا كله تعتبره تدرجه تحت نظام موضوع القمع أدرجه بشكل من أشكال القمع يعني لا أستطيع أن أعطيه أسم أنه ديمقراطي ولا أستطيع أن أعطيه أسم أنه محبة ولا أستطيع أن أعطيه أسم أنه تسامح لكن الآخرين عندهم أسماء يطلقونها فوضى تعدي على القانون تعدي على أشخاص شتم إثارة قلاقل في البلد الآخرين أيضا لديهم هذه التصنيفات لكن هل هذا يعالج المشكلة؟ هذا السؤال يعني بإمكانك يعني بإمكانك حتى على مستوى أسري أسري صغير لديهم رد بأن إذا القانون أخذ مجرعة سنصل إلى حل المشكلة لكن إذا القانون ما أخذ مجرعة سنتحول إلى شريعة غاب لا يشترط أن نتحول لهذا أنا أدعو إلى أنك تجد طريقة تخلق منافس وتبدأ بالعلاج السياسي لأن العلاج السياسي هو المدخل يعني خلينا نعي جيدا كيف وصلنا إلى ما وصلنا إليه ألا يوجد إشكالية في الحياة السياسية؟ ألا يوجد إشكالية في ما هو قائم ستة حكومات خلال فترة زمنية بسيطة عدة برلمانات تمحلة خلال فترة زمنية بسيطة حلا دستوريا لكن في مأزق في أزمة الشباب يلتقط هذا المأزق يلتقط يستشعر به ويؤذيه يؤثر عليه يؤثر على تفكيره يؤثر على سلوكه يخلق التقان التهييج الشديد الذي وقع والهجومات الشديدة التي وقعت بحق القبائل ألم يكن هذا شحنا عاطفيا باتجاه محدد؟ ألا يثير هذا غضب؟ ألا يزعل بعض الفئات؟ يعني لا أريد هنا أن أبرر ولا أريد هنا أن أقول أن هذا لا يغضب الناس لكن هذه الإشكالات نتج على حالة غضب قضايا الرشوة قضايا قضايا كثيرة وأوصلتنا حسب تعبيرك إلى مرحلة الاستقام يعني أوصلت لهذا أنا متأكد أنا متأكد أنك يعني كما أنك يمكن أن تنظر إلى حالة تمرد في الأسرة نبعض إذا أنت في يوم من أيام كمراهق تمردت ولكن هذا يقع وأحيانا الأب يتفهم لماذا تمرد ابنه؟ بلحظة تاريخية معينة بظرف ويراجع نفسه نعم هناك مجموعة من الأمور حصلت في المراحل الأخيرة دفعت إلى هذا الغليا كيف نتعامل معه؟ كيف نفككه إيجابيا؟ عشان بس لطفني هذه الجزئية في حالة تمرد بالأسرة؟ عندما أقول الأسرة أي أسرة؟ يعني أسرة وإنت شاب تمردت أي أسرة؟ أتحدث عن أسرة لكن عندما أقول في أسرتك أنت تمردت وأنت شاب بإمكان والدك أن يتفهم نعم وضحت ولكن المهم كيف نتعامل مع هذه الحالة بأسلوب رحيم متسامح يفتح المجال وليقع سرعان مو أسلوب رحيم وغير متسامح يعني أنا أعطيك فرق يعني مثلا هناك حالات تعاملت الدولة بأسلوب رحيم ومتسامح وهناك حالات يعني قضية التي أثيرت في الجهرة عندما تعامل الطراحة العقيد الطراحة أو العميد عندما تعامل مع المتظاهرين بطريقة استوعبهم يعني استوعب الاحتقان استوعب الغضب بالمحصلة هناك منافس لكن أيضا كيف أنت تعرف الأمور بإمكانك أن تعرف الأمور بأسلوب أكثر تشددا وإمكانك أن تعرف الأمور بأسلوب أقل تشددا حكومة عن رفعة الطريق حسب تعبيرهم لأنه تسلكوا الطريق القانوني عبر المطالبة المستمرة إذا تتبعوا أن تسوون مسير علي تسلكوا هذا المسار وما عندنا مشكلة ولكن أنا رأينا أن نتيجة الاحتقان عندما تقع الأمور خارج الإطار القانون في بعض الحالات تعامل معها بحكمة يعني أنا الدعوة هنا هناك احتقان هناك إشكالات تعامل معها بحكمة وليس بمزيد من القوة وليس مزيد من القوة ومزيد من الكذا والقمع وإطلاق يعني والضرب يعني ما أدعو إليه تعامل معها بحكمة ولدي ثقة أن الحكمة موجودة بالمحسلة وأننا آمل أن نصل إلى هذا في عملية التطبيق في الفترة القادمة في نوفمبر السابق الماضي ذكرت ألا قدم الحراك الشباب الكويتي من رحمة الممارسة السياسية في تويتر ويتميز الحراك بقدرته على إسقاط التمايزات بين فئات المجتبع من خلال التركيز على مدنية الدولة التي تتسع للجميع أكو هناك قناعة بمدنية الدولة التي تتسع للجميع في هذا الحراك الشبابي البعض الآن يتحب طبعا أنا بالمحسلة أقرأ وأفهم وأستطيع أن أرى أن في هذا الحراك الشبابي يوجد سنة وشيعة يوجد قبائل وحبر يوجد أغنياء وفقراء أو أبناء أغنياء أو أبناء فقراء يوجد رجال وسيدات من الشبان يحلمون يحلمون برؤية مختلفة لمستقبل الكويت بالمقابل أدعو لأننا تفاهم من أين يأتي هذا طيب في المقابل أيضا البعض يقول أن على الضفة الأخرى أيضا هناك شباب سنة وشيعة نساء رجال أغنياء فقراء لا يتفقون مع هذه المطالب الآن كأنك دكتور وضعت كلها في خانة واحدة إطار واحد وهو اسميت الحراك الشباب هناك أيضا حراك شباب آخر على الضفة الأخرى لماذا لا تنظر البعض يقول لماذا لا ينظر دكتور شفيق إلى الحراك الآخر لماذا ينظر فقط إلى هذا الحراك والبعض أصلا يختلف على حجم هذا الحراك البعض يقول حراك بسيط أو أكبر تعليقك أنا برأيي أن هذا الحراك كبير جدا كبير نعم وعلينا أن لا نستهين به وعلينا أن لا نقلل من رؤيتنا لمعنى حتى لو بدأ أنه يخف يختفي لفترة هو مجموعة من الأفكار العميقة التي دخلت في الجيل الشاب وهذا لا يعني أنه لا يوجد شباب بالجهة الأخرى لكني مقتنع أن قطاع كبير من الشباب في الجهة الأخرى هو الآخر أيضا يفكر بحياة مدنية أفضل ويفكر بديمقراطية أعمق ويفكر بتغير وبتطوير ويريد وطنا أكثر احتواء له ولمطالبه لاحتياجاته هذا لا يعني أن كل الشباب ردة فعلهم لنواقص حياتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية واحدة وهذا لا يعني أن كل الشباب يسيروا بنفس الاتجاه لكن أرى أن هناك قطاعا كبيرا قد أخذ منحة محدد علينا أن نسمع ونتفاهم وأدعو لهذا أن نتحاول شو اللي تفسره دكتور البعض يقول أن الحراك الأخير سواء الحراك الشباب والحراك السياسي في المجتمع الذي قاعد يدعو لي بعض الإصلاحات في الشارع تراجع في الفترة الأخيرة خلال الأسابيع القيانة الماضية تراجع المسيرات في البداية كانت مسيرات ضخمة جدا نزلت إلى الشارع تدريجيا تدريجيا تخلصت هذه المسيرات كيف تفسر؟ إذا أنت في البداية في بداية الحلقة تحدثت عن أن هناك نضج وهناك وعي وإيمان حقيقي بالمطالب والإصلاحات هذا النضج وهذا الوعي المنطق يقول أنه يفترض أن يكون في تصاعد الواقع يقول أنه في تنازل صحيح يعني أنا أعتقد أن جزء من الحراك بدأ يشعر أنه لا يوجد أحد يسمعه وربما جزء آخر بدأ يشعر أنه استطاع أن يأتي بحش ضخم ولم يتغير شيء كان يراهن على أن الأمور ربما تتغير أسرع من هذا ويسمع إليه أسرع من هذا إذن أنا أرى أن هذا الحراك يمر بمخاضه الخاص يعيد النظر بتوجهاته بسلوكياته يعمق أفكاره ماذا يريد يريد أن يوضح ماذا يريد أعتقد يوضح ماذا يريد وبنفس الوقت أعتقد هذا يعني أنها فرصة لتخديم مبادرة حكومية لتستطيع هذه المبادرة أن تخلق انقشاعاً بالحياة السياسية بالتالي كل الأمور تقدم أو تراجع هي فرص السؤال فرصة لمن؟ أنا أرى أنها فرصة للحكومة وفرصة للمؤسسة سمعت عن المبادرة أن تقدم شيء محدد الآن وكبير سمعت عن المبادرة الآن التي تداولها في الصحف من خلال مجموعة الوفاق الوطني لمحاولة التلاقي بين الحكومة وبين المعارضة سمعت عن هذا سمعت لكن لا عندي معلومات كامل تؤيد مثل هذا التوجه مثل هذا الحراك يعني بالطبع يعني أؤيد أي حوار أؤيد أي نقاش أؤيد أي توجه ولكن أعتقد أن أهم شيء هو المقدرة على القيام بإجراء جاد يأخذ الأمور إلى مرحلة متقدمة فيما يتعلق باستيعاب هذا الوضع ونطوي الصفحة الماضية ونطوي الصفحة الماضية ونبدأ بتطور جديد لأنه أنا كما قلت في البداية الكويت جاهزة لتطور جديد يعني أنا أعطيك مثل طبعاً لا أريد أنا أستنسخ تجربة أخرى لكن في المغرب ربما تعلم أن من نزلوا في الشارع في المغرب كانوا أكثر عدداً ممن نزلوا في الشارع في تونس في تونس النظام لم يستطع أن يتعامل معها لم يكن مهيئ أو لم يكن يمتلك الأدوات سوى الأدوات في المغرب المبادرة بالاتجاه الذي فاجأ الجميع وارتفع فوق الجميع هو الذي سمح بشق هذه الأجواء وخرج 80% من الحراك واستمر فيه 20% ولكن بالمحسرة المغرب الآن يخد تجربة جديدة هذا ما أقصده بطي صفحة استيعاب حقيقي خلينا نتكلم بشكل سريع أيضاً على موضوع المعارضة دكتور مواقفك الأخيرة البعض يقول باتت أقرب إلى المعارضة وهذا فتح عليك جبهات جبهات نعم من النقد اللاذع ورح نتكلم عنها بعد قليل في سياق هذه الحلقة لكن خليني أنا رجعك أيضاً إلى تصريح في نوفمبر الماضي ذكرت في أن المعارضة عانت من التشرذم الداخلي وقد تورضت المعارضة بسياسات شخصنا خلاص مع وزير أو طرح استجواب في غير مكانه أو إثارة قضايا مستدفئات أخرى من المجتمع هذا الوضع أضعف المعارضة وجعلها تبدو في أحيان كثيرة سبباً للتأزيم المعارضة اليوم تتحمل جزء من التأزيم يعني المعارضة أيضاً مخنوقة ماذا يعني معارضة؟ لهذا أنت يعني أني وقال أني أصبحت معارضة بالمحصلة من هي المعارضة؟ المعارضة مجموعة شخصيات بضعة تيارات لا تمتلك الكثير من التأثير على كل الجبهات والساحات لأنها بالجوهر تنتخب على مستوى أفراد والأفراد يأتون إلى مجلس الأمة بلا مقدر على تحقيق برامج فبالمحصلة البرنامج المعارض يعني المعارضة لا يوجد شيء أسمه يعني أنت تخيل معارضة تمثل أغلبية طب وبعدين وماذا تفعل؟ ما الأغلبية في العالم تشكل حكومة وتسأل عن هذه الحكومة وعن هذا البرنامج في حالتك أنت معارض أنت معارض من المهد إلى اللحظ أو أنت معارض منذ الولادة إلى الممات طب هذا لا يصلح في العالم كله أنت معارض مؤقت وأنت حكومي مؤقت أنت اليوم حكومي وغدا المعارض وهكذا دوالي كيف نصل إلى معادلة تقترب من هذا بما يسمح للحياة السياسية بأن تتقدم خطوة إلى الأمام ما جاوكنا على السؤال هل المعارضة اليوم بمفهومها الواقعي اليوم وليس مفهومها النظري جزء من حالة التأزيم؟ المعارضة جزء من الحل وجزء من المشكلة الجميع الجميع بالمحصر يصبح جزء من الحل وجزء من المشكلة لأن الهيكل يضعنا يعني كما أن المنصة هنا تضعني في مواجهتك وربما لو جلسنا بأجواء أخرى نكون بنقاش أهدأ وأخذ وعطى مختلف إذن الموقع طريق التشكيل العمل السياسي الحكومي وطريق التشكيل البرلمان تجعل الناس في حالة تضاد وهذه تؤدي إلى حالة من التأزيم لا أقصد أنا هنا أن المعارضة سبب التأزيم أنه بالمحصلة السلطة التنفيذية لديها الأدوات لديها القوة لديها الإمكانيات المعارضة لأنه لا يوجد لديها المقدرة على أن تكون أكثر من هذا تتحول إلى المشاغبة وهذه المشاغبة تتحول إلى أشكال في بعض الحالات أو في الكثير من الحالات في مقالة في يناير الماضي ذكرت بأن بإمكان السلطة التنفيذية في الكويت تأخير أنضاج هذا الوضع تتحدث عن الوضع الراهن في الكويت وتبعاته لو قامت المحكمة الدستورية بإبطال مجلس الأمر الراهن واعتباره غير دستوري وقد أكد سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أنه سيلتزم بقرار المحكمة مهما كانت طبيعته لكن من جهة أخرى أن عدم قيام المحكمة بإصدار قرار من هذا النوع سوف يهز ثقة الشعب في القضاء مما سيساهم في تعميق الحراك السياسي الساعي للإصلاح السياسي أن التأخر عن تحقيق الإصلاح سيعمق الاختلاف مع قوة سياسية وشعبية عريضة ما سيزيد الاعتماد على حلول أمنية يعني أنا هنا أحاول أن أصف مشهب كما قرأته في هذا المقال لكن أنت دكتور يعني في هذا الكلام خلينا أرجعنا جزء مهم في هذا الكلام اللي أنت ذكرته عدم قيام المحكمة بإصدار قرار من هذا النوع سوف يهز ثقة الشعب في القضاء مما سيساهم في تعميق الحراك يعني كأنك تقول أما أن تحكم المحكمة الدستورية ببطلان هذا المجلس أو أن المشهد السياسي سيذهب إلى مزيد من الاحتقام طبع أعطيك المسألة لو قلت لك العكس أن هذا القرار سيعزز الثقة وجاءت النتائج على الأرض عكس أنا عم بقرأ النتائج أنا أرى أنه سيهز الثقة ولكن هذا لا يعني أني أتمنى أن يهز الثقة أنا أتمنى أن لا تهز الثقة ما هي المنطلقات اللي يتهز الثقة إذا سمو الأمير طلع وقال أنا أين كان القرار اللي راح يكون على المحكمة الدستورية إيماناً بدولة المؤسسات سألتزم بهذا القرار حتى لو كان ضد المرسوم اللي أنا أصدرته طيب البعض يقول كان يفترض أيضاً من الطرف الآخر المعارض أن أيضاً إحنا في النهاية ما يربطنا؟ ما يربطنا هو عقد الدستور المحكمة الدستورية الآن هي الفيصل إن كنا نؤمن بدور المحكمة الدستورية فيجب أن نلتزم بهذا القرار إن كنا لا نؤمن بدور المحكمة الدستورية فالآن ممكن نتكلم عن خيارات أخرى نؤمن أم لا نؤمن؟ نؤمن بالطبع نؤمن ولكن قراءتي لما يقع في الشارع هكذا يعني هناك الكثير في السياسة نفسي الناس سترى ذلك بهذه الطريقة ولا يشترط أن يكون هذا بالتحديد هو الحقيقة ليست الحقيقة هي المسألة الأساسية الحقيقة هي الضحية الأولى في الصراعات أنا أرى أن السيكولوجية الشعبية سترى الأمور هكذا هذا لا يعني أنني سعيد لهذه الرؤية أحاول أن يجخص الوضع لكن هذه مخطأ السيكولوجية هذه اللي قاعد تفضل فيها هذا الواقع مرتبط بالتاريخ عندما نعود إلى الوراء ونرى أن المحكمة الدستورية حلت مجلس الأمة الذي انتخب في فبرايل 2012 وكانت فيه أغلبية معارضة وبأنية على الأربع أصوات كان هناك مجلسين قبله على الأربعة أصوات عندما تم حل هذا المجلس والتزم النواب بالنتائج من المحكمة الدستورية ثم جاء التحصين ثم جاء الصوت الواحد ثم ثم هناك شرخ ما أحاول أن أقوله ليس المهم كيف يعني أنت ربما يكون لديك لا سمح الله مشكلة في القلب وأنا أكون طبيب لك وأجي وأفحص وأقول لك قلبك رائع متميز ستعيش مئتي عام أكون أنا غير صادق أنا صدقا أرى مشكلة تتبلور قادمة تتعمى أرأيناها أم لم نرها أكانت فوق السطح أم تحت السطح علاج هذه المشكلة والتعامل معها برحمة وبطيبة وبإيجابية وبمؤسسات وبسياسة جديدة مختلفة تخاطب الجيل وتخاطب الشعب وتخاطب المجتمع هو المطلوب في المرحلة القادمة هل يقوم الدكتور شفيق الغبرة بليء الواقع وليء الحقيقة العقود المشبوهة للدكتور شفيق الغبرة هل يعبر الدكتور شفيق الغبرة عن السياسة الأمريكية في الكويت رح أسمع منك الجواب بعد هذا الخاصة والتصير ألكم معكم تغيرات تقع ولديك الإشكال الهيكلي لا تستطيع الحكومة أن تمارس لأن البرلمان لا يشكلها ولا يستطيع البرلمان أن يمارس لأنه لا يشكل حكومة بالمحصلة هناك خلل هيكلي هل أنا الأوان للتعامل مع خلل الهيكلي؟ أعتقد أن إرهاصات اليوم والإرهاصات التي نراها في السنوات القليلة الماضية ست حكومات من 2006 تعكس أن هناك أزمة سياسية لابد من التعامل معها إذن أمام الكويت الآن مرحلة حساسة على ما يبدو لي كما أقرأها هبة باردة وهبة ساخنة هبة باردة وهبتين ساخنات حسب ما تنظر إليها والقضايا الساخنة ستخلق إشكالاتها وستخلق جروحها إذن وأمامنا مجموعة قضايا أرى أنها في الشهور القادمة تمثل مخاطر مخاطر موسيقى 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 في هذا الفصل أبي أتوقف عند بعض التصريحات الأخيرة أو المقالات الأخيرة التي أثارت ردود أفعال كثيرة وأثارت زوبعة سياسية ضد الدكتور شفيق الغبرة في البداية سأبدأ من مقالك ربيع واحد وحالات مختلفة مصر وسوريا والكويت لا سأتكلم عن مصر ولا سأتكلم عن سوريا لماذا وضعت الكويت ضمن الربيع؟ ضمن الربيع بإمكاني أن أضع غير الكويت وأكثر هناك دول كثيرة ومجتمعات كثيرة لكن كويت لا أستطيع أن أتجاهل الكويت لأن جزء لا يتجزأ منها وبالتالي كتبت هذا المقال وأنا أركز في هذا المقال لو أعادت قراءته لو أعاد أيضاً المواطن قراءته أنني أجعل من الكويت أيضاً مختلفة وأركز فيها على الولاء للنظام السياسي والولاء للبنية الاجتماعية السياسية مختلفة لكن تحت مظلة الربيع طبعاً تبديت بالربيع وشبهتنا البعض وشبهتنا بسوريا ومصر من ليس تحت مظلة الربيع يعني بإمكاني أن أعمل نفس الشيء على بقية دول المجتمعات العربية لكني كنت مهيئ لأني أكتب عن الكويت ثم أقارن مع سوريا ومصر وأوضح أن الكويت مختلفة لا يوجد ثورة لا يوجد سعي عنيف لا يوجد محاولة لأي قلب لنظام الحكم لا يوجد إلا شعور بالولاء والمحبة لسمو الأمير لا يوجد لا يوجد لا يوجد ولكن يوجد بنفس الوقت سعي حقيقي لإصلاح والرؤية جديدة للحياة السياة تعتبر المقال كان واضح؟ أعتقد وجهة نظرك كانت واضحة؟ أعتقد ما كانت تستدعي كل هذه الأفعال؟ لا 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 بالأخير هو رأي طبعاً يصيب ويخطئ لكن لا يستدعي تعليقك على ما نشر في جريدة الخط الأحمر الإلكترونية تعليقها على مقالك ما بين العبارات المعسولة يشعر المتذوق لمقال الدكتور بطعم مسموم كيف يمكن أن تقارن الكويت بمشروعها الديمقراطي بالسطولة في حقوق وحريات سبقت زمنها متجدرة من حكم ديمقراطي نشأت عليه منذ قرون مضت شفيق الغبرة ما هو الوعاء القديم الذي انكسر وعن أي وعاء جديد تريد أن تشكله لنظام الحكم في الكويت والعلاقة بين الحاكم والمحكم جميل أيضا هذا بالمحصلة يعكس من كتب ورأي صاحبه لكن بالنسبة لي عندما أقول الوعاء القديم ينكسر في كل المجتمعات العربية يعني أنا أرى أن هناك وعاء وإذا جئت وأطبق هذا في الإطار الكويتي نعم الوعاء القديم أنت تخيلت أن يقع ما يقع في الكويت أنت تخيلت أن الشباب تناقش بهذه الطريقة أنت تتخيل أن طلبة الجامعة طلبتنا تفكر بهذه الطريقة أنت تخيلت أن يكون لديك في الفصل طالب يكون في السجن اليوم وثاني يوم يخرج ويدخل ويطلع وعليه قضية وعليه غرامة يعني هذا الشيء هناك شيء انكسر هو الوعاء القديم لكن باختصار دعني أكون دقيق حقيقة لم ينكسر الوعاء انكسر جزء من هذا الوعاء هناك شيء انكسر نهاية إذا انكسر شيء لا يمكن إصلاحها لأن هذا الوعاء إذا فيه شيء جزء منه مكسور الوعاء القديم يعني بإمكانه أن نقول ينكسر بطرق مختلفة من مكان إلى آخر حتى نكون دقيقين هو ينكسر ينكسر في كل الأماكن هو ينكسر في كل مكان لكنه ينكسر بطرق مختلفة من مكان إلى آخر وبعدين الوعاء ممكن يكون في مكان خيش ممكن يكون في مكان يتشكل ممكن يكون في مكان آخر صخر ممكن يكون في مكان ثالث حجر فإذا في الدول التي وقعت فيها الثورات انكسار الوعاء جدي أكثر في الدول الملكية لأسباب تتعلق بالنظام الملكي انكسار الوعاء إذن نتحدث عن إعادة تشكيل هذا ما أقصده علينا أن نبحث عن صيغة جديدة لإعادة لمّة الوعاء بما يسمح بالتطور يعني لا يوجد فيه الكثير من الإشبهات على غيرار حتى أنت يا بروتوس الدكتور علي البغلي صديقنا يعني كتب مقالة حتى أنت يا شفيق وقد نسبت إليه تغريدات لم يكن من المناسب أن تصدر من شخص بوزنه وتاريخه العلمي والسياسي الغبر في تجنيه على الحقيقة والواقع في الكويت الذي شوه وجهه الجميل ونقول للغبرة وغيره حرام عليكم التجني على الكويت وأهلا في الخارج بليل حقائق والأرقام لكن يعني يعني هل هناك شيء محدد الاختلاف هذا كلام يعني غير ليل حقائق كذا يعني مثلا هو يعني يستشب بكلامك الاختلاف الكويتي أنتج حراكا شعبيا مقاتل عن تخابات وأنتج في الوقت نفسه أطرافا مشاركة مثلة أقلية للسكان طبعا هنا بعدا هو يكمل يعني هذا إذن أنا بالمحصلة طرحت هذا الرعي لكن هو يرى هو يرى ليل الحقيقة مغاير للواقع جميل وأنا استمتع أنه يعني صديقي يعني يرد ويطرح وبالتالي بالمحصلة يعني تعرف دعنا نؤسس التالي لكن هو قاعد يؤول على دكتور هو قاعد يقول حتى أنت يا شفيق كان يعول على دكتور شفيق بأن أنت لديك هذا الوعي وهذا الاطلاع الواسع ما كان يتوقع منك مثل هذا الموقف حسب كلامه نعم لكن هل أنت الآن وأنا شرحت رأيي ترى أن رأيي يعني بالمطلق خاطئ أو ترى خمسين بالمئة صاح أو يعني بالمحصلة يعني أنت تجتهد أنا أجتهد علي يجتهد لا يمتلك أي مننا الحقيقة كاملة الحقيقة لكنك لا تسعى في النهاية إلى لي الحقيقة لا أسعى للي الحقيقة ولا تشويه صورة الكويت الخارج ولا تشويه صورة الكويت لكن الوقت قاعد يسارعني سارع نعم من ضمن التصريحات أيضا التي أثارت ردود أفعال كثيرة خلال الأيام القليلة لماضية تصريحاتك حول نائب الفاضل السابق بسلم البراك لماذا كل هذه ضجة تصريحاتك؟ لا أنا أسأل لماذا تضجة على هذا التصريح؟ يعني أنا قلت الرجل ليس مكانه السجن بالسجن يزداد شعبية خارج السجن يختلف الوضع والمكان هو طاولة الحوار لحل الإشكال الذي سبب كل هذه القضايا وكل هذه الأبعاد لكن يعني بالطبع أنت ربما تأتي تفسيري ليش كل هذه ردود الأفعال أو الاحتقان من مجرد تصريح للجوز وشفينك الغبر لحق النائب السلام براك أنا متفاجئ ولكن يعني لأوضح الصورة للمشاهد لأن المشاهد ربما يعني ينظر إلى الأمور بصورة محددة أو أخرى هذا بالنسبة لي لا أختزل أي إنسان بموقف ولا بمقالة ولا بمظاهرة ولا بخطاب أنظر للإطار العام ماذا يمثل وإلى ماذا يرمز وكيف يمكن للمجتمع السياسي بالمحصلة أن يستفيد من هذا الإطار لحياة أكثر ديمقراطية وأكثر استقرارا بالتالي لا أستطيع أن أختزل شاهد من هذا الكلام الذي ذكرت شاهدك من هذا الكلام هذا هو لا أختزل لا أستطيع أن أختزل وبالتالي من ردوا علي اختزلوا النائب السابق مسلم البراك بشيء معين أو برؤية معينة أو بخطاب معين أنا لا أختزله بخطاب معين كلامك في تويتر في الحديث على النائب السابق مسلم البراك قصة التوضيح أن الطريقة الراهنة ليست حلا للمشكلة هذا رأيي في الإجراء لم أقول أنني أتفق معه أو أختلف رأيك ناضح جدا سؤالي تتفق أم تختلف مع النائب السابق مسلم البراك يعني نحن تقابلنا مرة ولا نعرف بعد جيدا كل ما أستطيع أن أقوله حتى أستطيع أن أقول أتفق أو لا أتفق علي أن أعود وأراجع مئات الأمور والخطابات والمواقف أتفق في أمور رئيسية نعم ولكن أتفق في أمر أساسي ألا وهو معه أهمية تطوير الحياة الديمقراطية في الكل تتفق معه في هذا الجامل لكن أتفق مع آخرين أيضا في هذا المجل موضوع آخر أيضا أثار نوع من زوبعة في تويتر تحديدا راحث كلها في تويتر يعني تويتر يعني أنت ذكرت قبل قليل في إحدى تصريحاتك أنه بات اليوم أحد العوامل المهمة في الحراك الشبابي لكنه لا يعطيك الفرصة لأن توضح أفكارك لهذا هذا اللقاء مهم يعني نوضح أفكارنا أكثر طيب النائب العظم السلوم والنائب صفائل هاشم صار هناك نوع من اللغط في العلاقة بينك وبينها على تويتر أثارت هي موضوع معين قد يكون بسبب آرائك خلني أقتبس أنا جزء من كلامها طبعا كلامها هي مسؤولة عن كلامها فأنت لا تأخذ الموضوع بشكل شخصي؟ طبعا طيب النظام لا يحتاج إلى نصائحك ومن ترى أن شعبيته زادت وأنت غير صادق بمدحك له متهم بالإساءة للذات الأميرية فهل يسع النظام من شاتمه تجرؤك على النظام وأسرة الحكم المستمر من فترة من فترة وترشيحك القادم من أمريكا لتعينك في مؤسسة الكويت يجعل تفكير يذهب إلى بعيد يا دكتور بأجنداتك المرسومة في الغرف المغلقة شو الموضوع؟ ليش هذا الكلام الكبير؟ هذا الهجوم؟ يعني في عدة مسائل ربما هي بتحتاج لتجزئة حتى أستطيع أن أستوعب اللي قيل لكن هكذا هي قرأتها ولكن الحقيقة ليست هكذا لا علاقة لأنها ترى النائب السابق مسلم البراك بهذا الاختزال فقط بموضوع الخطاب أنت الآن قلت شيئاً معيناً ضبي على سبيل المثال بإمكاني أن أتعامل معه ولكن أنا لا أختزلك بهذا الموقف لأنني أستطيع أن أفهم من أنت ودورك وماذا فعلت الكلام هتحدث عنك دكتور تحديداً خلينا الجزئية التي تتعلق بالنائب الفاضل المسلم براك الجزئية التي تتعلق بدكتور شفيق الغبرة تجرؤك على النظام وأسرة الحكم المستمر من فترة لا تجرؤ على النظام من أين جاءت بهذا؟ لا تجرؤ على النظام هل أنت بمتابعتك؟ لا تستشد فيني أنا لا لا ما عليش يعني بما عرضت لي من أفكار ومن إلى أخير وبمحاضراتي وبإلى أخيره في تجرؤ على النظام لا يوجد تجرؤ على النظام ولا يوجد تجرؤ على أسرة صار لها 250 سنة أشعر تجاهها بالكثير من المودة والمحبة والإحترام شنو تفسر إذن كلامها عين قراءة غير دقيقة وغير يعني منصفة لما أعبر عنه ولموقع ترشيحك القادم من أمريكا لتعيينك في مؤسسة الكويت يجعل تفكيري يذهب إلى بعيد يا دكتور بأجندتك المرسومة في الغرف المقلقة لاك أجندة مرسومة في الغرف المقلقة يعني بس أعيد مرة تانية ما علاقة مؤسسة الكويت؟ أنا قرأت التصريح كما هو بأمريكا مؤسسة الكويت للتقدم العلمي نعم هذا ما تقصده نعم نعم ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي هي مؤسسة كويتية يرأس مجلس إدارتها سمو الأمير نعم لكن هي ذكرت أن هذا الموضوع لكن هي ذكرت أن ترشيحي قادم من أمريكا لا ليس قادم من أحد وإنما ترشيحي لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي قادم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بطلب من جامعة الكويت بانتداب جزئي بساعات معينة في الشهر لا يوجد توصية أمريكية لماذا يكون في توصية أمريكية؟ أنا حاول أني أوضح يعني نعود مرة ثانية ماذا تفعل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مثلا؟ هي تقوم بعدة اتفاقيات مع مؤسسات علمية أكاديمية عالمية منها جامعة هارفر ومنها الـ MIT ومنها الـ London School of Economics ومنها Science Pool في فرنسا هذه مؤسسات جامعية أكاديمية وبما أني أكاديمية وبما أن المؤسسة أحبت أن تستعين ببعض خبراتي في هذا المجال فطلبتني من جامعة الكويت لمدة مؤقتة انتهت وبمدة مؤقتة لعام ونصف ساهمت بحماية مصالح المؤسسة لكن وجهت في العلاقة مع جامعة هارفر فقط لا علاقة لي بالباقي وجهت فيها سؤال برلماني لوزير التربية لأنها حديثة التجربة بالعمل البرلماني لسه عم تتعلم فتعلبت فيه شويش شنو علاقة حداثة التجربة في إثارة هذا الموضوع لأنه لا يوجد لديها لأنه لا يوجد لديها لأن تنتبه عليك أن تكون منصفا وعندما تتهم الآخرين بلا أدلة بلا إثباتات بلا معلومات بلا تدقيق يعني تخيل لو أنا الآن أرد باتهام لأي إنسان بلا أدلة بلا إثباتات بلا أن أبحث لو بحثت لو سألت المؤسسة لجاءها الجواب قد تكون عندها معلومات معينة وبالتالي هي سلكة الطريقة الدستورية معلومات مغلوطة ومعلومات قد تكون معلومات شائعة طيب ولكن الحقيقة هذه هي الحقيقة كما أعرضها الآن وتحمل مسؤولية هذا الكلم طيب وهم يراقبون مدى تأثير سحر كلماته على الناس وأقول له إن المصفقين لك اليوم هم من شتموك بالأمس بسبب رأيك في أحداث البحرين وهم أنفسهم من سيقومون بشتمك غدا بسبب رأي آخر لهذا عليك الحذر منهم ومن نفسك وكن كما أنت الدكتور شفيق الغبرة الذي عهدنا يعني لا يوجد عندي مشكلة بما قاله بس التيرمون متر الأمريكي يعني من أين أتى به يعني كوني درست في الولايات المتحدة الكثير مننا نصف لكويت درست في الولايات المتحدة كوني كنت مديل المكتب الإعلامي يعني من أين يأتي هذا الكلام كونه أني أروح وأقدم محاضرات في الولايات المتحدة وأقدم محاضرات في الدول العربية والمجتمعات الإسلامية مئة مرة أكثر مما أروح الولايات المتحدة يعني بالمحصلة لا يوجد تيرمومتر تيرمومتر اثبت هذا آتني به يعني أنا إنسان شفاف ما أقوم به أعلنه بالتالي لا يوجد أسرار هنا هذا رأيي باختصالي هو غير قادر أن يتقبل أن هذا رأيي هذا تحليلي هذا ما عرضته في كتاباتي سابقاً وجزء مما قرأته واضح أنني أفكر بهذه الطريقة منذ مدة وليست وليدة فقط 2011 و12 وأعود إلى كتابي الكويت دراسة في الولايات الدولة ستجد هذا التفسير في تفكيري إذن هذه رؤيتي هذا منهجي تعال معي في منهج مضاد ناقشني في منهج آخر لنتفق على صيغة ويلا تخرج عن إطار منطقي وطني لمجتمعنا بعد الفاصل راح نتكلم عن الوضع في السعودية الوضع في البحرين هل هناك ثورة في البحرين وأن خلية الإخوانية ولكن معك دكتور شفيق على المرصة بعد هذا الفاصل قصير فاصل قصير إذن الشيء اللي بنحاول نفهمه في الجذور التاريخية لهذه السورات إنه فيه كمان موضوعة كرة الثل متما بدأت في مكان انتقلت للآخر إلى الآخر إلى الآخر رفعت الوعي انكسر حجز الخوف متما انكسر حجز الخوف محليا وإقليميا خلص انتهى دخلنا بيزين اللي طلع من الكرة الأرضية صار بالفضاء الجو صار بالطير لحاله فإن أنت دخلت في هذا المجال الآن كمنطقة عربية ودخلت في كرة ثل وبالتالي السؤال يصير أمان الأنظمة الملكية بكل الموضوع الأنظمة المصر فيها توراة هل معها وقت هل تعمل إصلاح أم بتعاني وإذا عاندت ما الثمن وإذا عملت إصلاح كيف ممكن المجتمع يتعاون معها لعمل هذا الإصلاح الإصلاح صعب معقد ثمن وبنفس الوقت يأخذ وقت ولكن هذا التحدي الكبير أمام الأنظمة التي لم تقع فيها الثورات أمام الأنظمة في هذا الفاصل الأخير دكتور في هذا الفاصل الأخير تعين النساء في مجلس الشورى كيف تلقيت هذا الخبر كيف ترى هذا الخبر دخول النساء في مجلس الشورى السعودي تطور إيجابي إيجابي لا يحل مشكلة المرأة لكنه إيجابي تعتقد أن قد يكون هناك تطور أكثر قادم في السعودية نحو بالجوهر بالجوهر من المشاركة يعني بالجوهر الملك عبد الله عودنا على أن يأخذ خطوات غير مسبوقة خطوات جديدة خطوات مختلفة هذا واضح في السنوات القليلة الماضية منذ أن استلم الملك عبد الله بنفس الوقت هناك تغيرات في المجتمع السعودي هناك حراك فكري في المجتمع السعودي هناك نقاش نقاش عميق تجده في أكثر من صدى وأكثر من مكان أنا أعتقد المجتمع السعودي يتغير كما تتغير كل المجتمعات والأفكار تتبلور وهناك ملك يريد ولكن هناك أيضا تركة ثقيلة هناك بنية عميقة وطويلة وشائكة الإصلاح سيكون أيضا تعبا وشاقا في التجربة السعودي ذكرت أن الكويت بعد أقل من 15 عام قد تتحول إلى ملكة دستورية إذا نبي نسأل سؤال عن السعودية بعد كم عام تتوقع أن تتحول إلى ملكة دستورية لن يتجاوز هذا التاريخ برأيه حتى السعودية نعم علان رئيس هيئة الأمر المعروف أنه عن المنكر هذا هو المتقبل للنظام الملكي في المنطقة العربية كلها بلا استثناء بلا استثناء السؤال من يستطيع وإذا لم تستطيع سيكون ثمن أيضا مزعج وبالتالي آمل أن يكون هناك استطاعة في هذا على موضوع السعودية بالأمس كان هناك إعلان لرئيس أو تصريح لرئيس هيئة الأمر المعروف وأنه عن المنكر عبداللطيف آلشيخ أن الشرطة الدينية السعودية تخلت عن صلاحيات تمارسها لمصلحة التحقيق والدعاء العام بعد أن كان تتمتع بصلاحيات واسعة في السابق كيف؟ ترى هذا تراجع للشرطة الدينية في السعودية نعم هذا موضوع السعودية خلني أنتقل إلى موضوع الإمارات نعمل السرعة الآن موضوع الخلية الإخوانية في الإمارات أثار أيضا ردود أفعال كثيرة البعض يقول أساسا ينفي وجود سعي لتنظيم الإخوان المسلمين لزعزعة أمن دول الخليج أو تحديدا في الإمارات أنت كيف ترى موضوع الخلية الإماراتية ملابسات هذا الموضوع يعني لم أدقق في الأمر كثيرا حسب ما أرى بالنسبة للخلية التي هي مصرية نعم كما قيل نعم أعتقد أنها تنظيم عادي مثل أي تنظيم موجود في أي مكان في العالم لكن يبدو لي أن الإمارات تقول للغير إماراتي كما تقول للإماراتي لا تعمل في السياسة وهذه إشارة بهذا الاتجاه الإخوان المسلمين ما علاقتهم إذا لا تعمل في السياسة؟ لا تعمل في السياسة حتى فيما بينك حتى في علاقاتك مع الآخرين حتى في علاقاتك مع نظرة معينة لعدم تقبل العمل السياسي هكذا هي الآن خاصة في ظل الأجواء الراهنة ولكن لا أعتقد أن هذا سيستمر هكذا يعني المجتمعات بطبيعتها سياسية والمجتمعات بطبيعتها تتنفس الهواء السياسي الفريق ضاحي خلفان قائد شرطة دبي ذكر في كل إمارة هناك مسؤول وهيكل تنظيمي لجماعة الإخوان المسلمين وكذلك مسؤول إعلامي ومسؤول الأسر وتخطيط متكامل كانوا يبنون تنظيما على مدى أربعين عاما من خلال الجمعيات الخيرية ومراكز الإحياء والفتيات ماذا سوى هذا التنظيم؟ حسب كلامهم أنه وصل إلى مرحلة السعي للقلاب على الحكم يعني لا أعتقد النسبة لتتحدث أنت عن المصريين ولا الإماراتيين حل الأثنين أنا قاعد أتكلم عن الإخوان المسلمين لا أعتقد لأنه في النهاية ما كان يفرق بالأثنين يعني الفريق خلفان ما كان يفرق بالأثنين ربما هناك مش ربما على الأغلب هناك شعور بالتخوف ناتج عما وصل إليه الحال في أكثر من دولة عربية لكن الإمارات لكن لماذا الإمارات تحديدة؟ يعني بلد آمن أنت تذهب وتأتي إلى الإمارات في أشخاص يفكروا باتجاه الإخوان وفي أشخاص يفكروا باتجاهات لبرالية وفي أشخاص يفكروا باتجاهات أخرى وفي علاقات بين الناس هذا الأمر صلى الله عشر وعشرين وثلاثين سنة في كل منطقة الخليج لكن لم يبرز بعمل الشكل بكتور لم ترى له تعبيرا حقيقيا إلا بالتجربة الكويتية كان التعبير الحقيقي لها من خلال الانتخابات والحركة الدستورية ونرى أنها حركات سلمية وحركات لا تؤدي ولا تسعى إلى تغيير نظامها لماذا تفسر هذا الهجوم على الإخوان المسلمين؟ يعني التخوف تخوف من ماذا؟ تخوف من المجهول لماذا الإخوان تحديدا؟ لأن الإخوان أصبحوا في السلطة في أكثر من دولة عربية في أكثر من مكان ويصبح هناك تخوف مبالغ به مبالغ به نعم دكتور الفريق ضاحي خلفان ذكر بأن العام 2013 سيشهد صراعا واضحا أو حرب بين دول الخليج والإخوان المسلمين تعتقد أنه 2013؟ البعض يقول أنه 2013 سيشهد تراجع الإخوان المسلمين أو هزيمة لهم يعني بالمحصلة أنت تتحدث مع شخص يؤمن بحرية الأفراد ويؤمن بحرية التعبير ويؤمن بحق الإخوان المسلمين أن يتواجدوا إلى جانب الإخوان الغير مسلمين والإخوان الوسطيين والديمقراطيين والليبراليين أؤمن بحق التيارات الدينية أكانت شيعية أم سنية أم غيرها بأن تعبر عن نفسها في إطار سلمي شفاف معروف فلا أستطيع أن أتقبل هذه اللغة طبعا مع كامل الاحترام والمحبة من الإمارات من السعودية إلى الإمارات أنتقل أيضا بشكل سريع إلى البحرين كلامك في يناير أما الحالة البحرينية فهي أيضا ثورة ولم أقرأ أنها كانت تريد إسقاط النظام والآن هناك مأزق ولا توجد له نهاية إلا بحل سياسي متفق عليه لبناء إصلاح جوهري ينقل البحرين إلى وضع أفضل كتبني الملكية الدستورية وإجراء انتخابات عادلة أو اختيار رئيس وزراء شعبي موضوع كبير لكن سؤال البعض لا زال إلى اليوم يردده هل ما يجري في البحرين اليوم ثورة؟ الآن لا يوجد ثورة في البحرين لكن يوجد حراك قوي ويوجد مجتمع في مأزق ونظام سياسي في مأزق لن يستطيع النظام أن يفرد إرادته على الشعب البحريني ولا يستطيع الشعب البحريني الآن بمفرده أن يفرد إرادته على النظام الحل وفوضات حقيقية للانتقال السياسي ويبدو لي أن المخرج في البحرين هو ملكية برلمانية دستورية وحكومة شعبية منتخبة متفق عليها كما كان الأمر متفقا عليه في الوثيقة التاريخية في عام 2001 بين سمو الملك في ذلك الوقت وبين المعارضة البحرينية في ذلك الوقت هل هناك استشعار لأهمية الوصول إلى هذا الاتفاق؟ أو إعادة طرح هذا الاتفاق مرة أخرى؟ أم أن الأزمة في البحرين وصلت إلى طريق مزدود؟ لا أعتقد أن أي شيء يصل إلى طريق مزدود بالمطلق أحياناً الوصول إلى طريق مزدود يكون فرصة أيضاً للجميع لأن يفكر في كيفية الخروج ومن هنا بعض الحديث عن أن يكون ولي العهد مرة ثانية الشخص الذي يبدأ في هذا الحوار مرة ثانية وجود الوفاق وهو تيار معتدل ستبقى مأزومة إلى أن تصل اليوم كان هناك تصريح لوزيرة الإعلام البحرينية سميرة رجب ذكرت فيه بأن لا يوجد أحد من الأسرة الحاكمة سيشارك في الحوار الأخير الآن الذي تعالها الملك البحريني وردت جمعية الوفاق البحرينية وقالت بأن أي حوار لا تشارك فيه الأسرة الحاكمة سيكون حوار من غير ذات جدوى إذن تستمر الأزمة إلى أن تصرح السيدة سميرة رجب بأن المشاركة ستكون وعلى أساس المساواة حتى يستطيعوا أن يخرجوا إذن كل هذا يعني أن القوة تتصارع وتتصارع إلى أن تصل لطريقة تجلس فيها وتطريقة تخرج فيها من المأزق وبالتالي هذه يعني أيضا يقع ضغط بهذا الاتجاه وذاك مذهبة الأزمة البحرينية الآن أليس مقعد يضعف الحراك في البحرين؟ يعني هذا سعى إليه النظام لم يكن بالبداية بهذا الشكل هي بدأت حركة شبابية وبدأت حركة عفوية شبابية متأثرة أيضا بمواقع مجموعة خاصة في مصر وفكرة دوار اللؤلؤة كانت مرتبطة بميدان التحرير لكن نعم بالمحصلة أخذت هذا البعد ولكن هذه ليست نهاية الدنيا بالإمكان العودة إلى لملمة الجراح على قاعدة العدالة والمساواة والمحبة والتفاعل والحقوق المشتركة بين جميع البحرين الوعاء وهذا ممكن الوعاء انكسر بشكل أكبر هناك ولكن ومع ذلك ومع ذلك بالإمكان إعادة التركيب طيب بشكل سريع إذا أتكلم عن قطر في يناير 2013 ما زال بعض العرب يعتقد بأن هناك مؤامرة أمريكية وأخرى قطرية وثالثة كونية ورابعة إسلامية تحاكم من أجل تثوير الجماهير وإخراجها إلى الشارع بعيدا عن نظرية المؤامرة كيف تقيم باختصار السياسة القطرية في المنطقة الآن بعض يقول أن السياسة القطرية في المنطقة الآن يعني تعمل بحجم كبير جدا أكبر من حجم قطر تتفق مع هذا الرأي أم لا قطر تحاول أن يعني إلى حد كبير تذكرني بسياسة الكويت قبل عام 90 كانت الكويت أيضا سباقة في مبادراتها وسعيها وكانت تعلن كل ما تقوم به اليوم قطر تعلن كل ما تقوم به وقبل أن تقوم به ولديها تأثير نعم لديها تأثير هي ليست سببا لكثير من الأمور التي تقع في العالم العربي لكنها مؤثرة فيه وربما لا تمتلك القدرة على متابعته بعد أن يقع ويتحول لكن بالمقابل أنا أرى أن هناك كثير من الأمور تقع بالكويت لكن تقع بهدوء يعني استقبال سمو الأمير ومقدرته على أن يجمع دول المانحين والنتائج التي أدت إلى أكثر من مليار من الدعم أو مليار ونصف من الدعم للشعب السوري تسجل للكويت لا تجد الكويت تعلن كثيرا للكويت استثمارات هائلة في دول الربيع تأثير كبير في ليبيا وفي مصر وفي تونس وفي أماكن أخرى وفي المغرب هذا التأثير لا تعلن عنه اليوم الكويت وإنما هناك مبادرات حقيقية تجدها وقطاع خاص وقطاع حكومة ومؤسسات يعني بالمحصلة نتساوى في هذا شوف الدول الصغيرة أيضا تحاول أن تثبت أنها قادرة على أن تقوم بشيء أكبر لأنها لا يعني لا يعيبها أنها صغيرة ولديها إمكانيات كبيرة إذن هذا ما تقوم به قطر بطريقتها الكويت بطريقتها وبعد تجربة تاريخية أيضا صعبة وشاقة مع عام 1991 كل يقوم به بطريقة مستقبل المنطقة الآن خلال دكتور كيف تستشرف مستقبل المنطقة في القادم الأيام إذا تكلمنا عن الأربع سنوات القادمة في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة في ظل الطاقم الأمريكي الجديد في النهاية شو أنام أبين الولايات المتحدة الأمريكية هي العامل الأكبر تأثيرا في المنطقة والذي يحرك الكثير من القضايا في الأمور السياسية كيف ترى مستقبل المنطقة بهذا التبدل الذي طرأ على الإدارة الأمريكية؟ يعني طبعا أنت قلت الإدارة الأمريكية الأكثر تأثيرا إدارة الأمريكية ضعفت كثيرا في السنوات القليلة الماضية الإنسحاب من أفغانستان الخروج من العراق والإنسحاب من العراق عادة التموضوع بعد الأزمة الاقتصادية تركز على وضعها الداخلي لا زال لها تأثير لكنها تريد أن تتحاور مع الروس ومع الصين ومع غيرهم لا تريد ضربة لإيران تريد مساومة ما تصل لأن اليوم الولايات المتحدة لا تريد أن تطورت لكنها تؤثر وقدر على التأثير نأتي إلى المنطقة العربية عشرة سنوات عجاب عشرة سنوات شقة وسعبة عشرة سنوات من الثورات ومن الغضب ومن التعبيرات الجماهيرية ستمر بمراحل قد يتخللها هدوء قد يتخللها اتفاق ممر تاريخي صعب لكي تصل السلطة في الدول الربيع العربي التي فازت في الانتخابات إلى ضرورة أن تعمل مع الآخرين وتخلق حالة من الحكومات الإنقاذ والتحالف لكي تصل المعارضة أيضا إلى محدودية أين يجب أن تصل في سورتها وفي غضبها لكي يتأسس واقع دموقراطي في تداول على السلطة وفي استقلال القضاء وفي حياة سياسية وتنمية اقتصادية هذا سيأخذ مننا وقتا تتفق طويلا ولكن هذا العقد هو عقد هذا تتفق مع رأي القائل بأن الرئيس الأمريكي أوباما أدار ظهره للعرب خلال أو سيدير ظهره للعرب خلال الأربع سنوات القادمة يعني ليس بالكامل بالعكس أنا ربما من الذين يعتقدون أن نصف هكذا ونصف هكذا لأنه لديه أزمة اقتصادية لديه وضع اقتصادي لديه أوروبا المثقلة بالديون وبالوضع الاقتصادي الصعب نفس الوقت هو يخشى أن الشرق الأوسط تنهار فيه الدول ويتحول إلى صداع العالم خاصة سوريا أنا ربما قراءتي أن سوريا قد تنتهي بتدخل عسكري عالمي لست متأكدا متى سيقع هذا لكني أرى أنه إذا لم يقع الحل المناسب في لحظة معينة بصيغة معينة رغم المحاولات الآن بين فئات سوريا من المعارضة والروس وإيران ولكن إذا لم يصل لشيء قد يقع تدخل بالمحاصر أنا وصلت للختام أبي أبتعد تماما عن الشأن السياسي ودي أسلك سؤال أبي أتلخص لي زيارتك أنت ذكرت قبل أيام وضعت رابط حلقتك كلمتك التي تحدثت فيها عن زيارتك الأولى إلى المسجد الأقصى بدقيقة شو اللي ممكن تقولها حوالي زيارتك إلى المسجد الأقصى؟ إنه مكان أسير ومكان عندما تذهب إليه وتصلي فيه تشعر أنه يعاني وبنفس الوقت تشعر بعظمة ذلك المكان وبموقعه وبالعمق التاريخي وقع على نفس الدكتور علي نعم على نفسي لأول مرة نعم كان وقعه كبيرا وشعوري بهذا الامتداد التاريخي الكبير للمسلمين وللعرب في فلسطين هذه ستكون آخر معارك الشرق وآخر معارك العرب حتى بعد أن يتغير كل هذا العالم العربي في السنوات القادمة والعقود القادمة ستكرر زيارة المسجد الأقصى؟ أكررها لأنني شعرت أنها وكأنك تحج إلى ذلك المكان المقدس بكل شكر لك أستاذ العلم السياسية دكتور شفيق الغبراء على حضورك إلى المنصة إن شاء الله تكون سامحنا إن أثقلنا عليك في بعض الأسئلة أبداً على أمل أن نلتقي معك إن شاء الله مجدداً في المسجد ستشرح في ذلك شكراً لك شكراً لك بكتور شكراً لكم وشاهدين الكرام وعدي معكم في اليوم الساعة القادمة ساعة 10 شكراً لكم وشاهدين الكرام